وصول رئيس نادي روتري الدولي جوردن ميكانالي إلى البلاد في زيارة لمتابعة عمل النادي في المجالات الخيرية والإنسانية بالإضافة إلى فتح بعض المنشآت التي شيدها النادي حيث اجتمع مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي والمسؤولين من القطاع الصحي بالبلاد على رأسهم وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين نادي روتري الدولي والبلاد في المجالات الصحية المختلفة وخلال هذا الاجتماع رحب حاكم منطقة 91-50 بنادي روتري الدولي صالح كيبزابو بضيف البلاد وقال إن زيارة رئيس نادي روتري سيقوم من خلالها بالعديد من النشاطات الإنسانية أما وزير الصحة العامة والبقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أشاد بالدور الذي يقوم به النادي في مجال العمل الإنساني ودعم الشرائح الضعيفة طالبا من نادي روتري العمل معا هذا وخلال الاجتماع تداخل العديد من ممثلي المنظمات الدولية الذين أكدوا على تعاونهم مع البلاد في مختلف القطاعات الصحية خاصة الصحة النفسية أما ضيف البلاد رئيس نادي روتري جوردن ميكنيالي أعرب عن شكره بحسن الاستغبال وكرم الضيافة مؤكدا حرصه على تقديم كافة الدعم للحكومة داعيا أعضى نادي روتري التعاون مع المنظمات الدولية للشروع في إنشاء مركز لقسيل الكلا في البلاد هذا وتضم منطقة 51 دول وهي شات ورواندا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو بورندي وغيني الاستوائية والكاميرون والغابون وساوتومي